تقل بقى محليا والحقيقة دكتور مصطفى مجبولي رئيس مجلس الوزراء عنده حالة نشاط كبيرة جدا سواء في مركز المعلومات لا طبعا نفي الشائعات اللي تكلمنا عنها كذا مرة وكان أبرزها مبارح أو في الجولات اللي بيقوم بيها دكتور مصطفى مجبولي يعني عمل حقيقة كذا جولة ميدانية في المحافظات كان بيهدف من هذه الجولات إنه يتعرف على مشكلات أهالي هذه المحافظات وطبيعة المحافظة نفسها علشان يبقى الحل مناسب يعني ما يبقاش حل على ورق كده وخلاص يمكن شاف تحديات وشرح التحديات للسادة المواطنين تحديات اللي بتوجهها الدولة وفيها يعني هو زار مثلا أهلية زار كاسبة بورسعيد يعني راح كده كان الصعيد سبعة أيام تقريبا في محافظات الصعيد بالزبط قاعد سبعة أيام في محافظات الصعيد يعني يمكن ما كانش فيه النشاط ده من رئيس وزراء قبل كده يمكن كان يعني مش أو ما كانش ملحوظ بالشكل ده فمشروعات بتقام في عدة محافظات بعدما كانت بس المشروعات متركزة في القاهرة والجيزة واسكندرية يعني كان فيه بس في العاصمة إنما دلوقتي بقت المحافظات وفقا لطبيعة كل محافظة ووفقا أيضا لمتطلبات سكان هذه المحافظة دلالات الزيارات أو جوالات دي ايه؟ أنا أبصل الزيارات دي من عدة جوالات الجانب الأول اللي أنت قلتين اللي هو متابعة المشاريع أنه التنمية أصبحت الآن في مصر ليست قاصرة فقط تنمية مركزية مش قاصرة على محافظتين أو ثلاثة إنما أصبحت في إطار خطة عشرين ثلاثين هي تنمية أفقية مستدامة فبالتالي هي موزعة على كل أنحاء الجمهورية وخاصة تحديدا الاهتمام بمحافظات الصعيد والخطة التنمية الموضوعة بالنسبة للصعيد وحنا شفنا الأربع سنوات اللي فاتوا أنه يعني حجم الاهتمام بمحافظات الصعيد كان قد إيه؟ بالجانب الآخر أيضا تنمية المحافظات الأخرى وتنمية الموارد في المحافظات الأخرى فهذا الشق الأول الطبيعي جدا أن يقوم بكبير المسؤولين رئيس الوزراء لهذه المحافظات فبالتالي على الأقل لدي إهتمام لدي إحساس لأنه أنتم مش بعيدة عننا أنه أصبحت القاهرة مثلها مثل المنصور مثل الدقالية مثل كفر الشيخ مثل إنا مثل سهاج يعني أن المسؤول الصوت هنا بيوصل لأي حد يعني صوت أي مواطن في أي محافظة لازم بالضرورة يوصل بالتالي أنه ده كمان يدي إحساس للمواطن أنه ليس مهمل أنه ليس تلقائها القاهرة يريد تستحوز على كل الاهتمام لست فيها مقر الحكومة بالعكس أنه الحكومة هي اللي بتروح رئيس الوزراء في ثلاث محافظات في الصعيد حوالي أسبوع كامل فده شيء رائع جدا أنه يروح محافظات الأوراج البحري ده شيء جميل جدا الشق التاني اللي أنا شايفه للأمانة وده اللي عايزة تناقش فيه بجد اللي هو كمان أنه بيدي رسالة للسيادة المسؤولين في المحافظات بأنه بصراحة أنه يعني فكرة التعامل القديم مش هو اللي احنا عاوزينه دلوقتي الأداة التقليدي القديم والروتيني القديم مش هو اللي احنا عاوزينه دلوقتي احنا عايزين ناس مسؤولين ياخدوا قرارات قادرين على طرح أفكار لو يبقى شايف بعينه وإيه اللي بيحصل يعني بصراحة معلشها سطلت شوية في النقطة دي أنه ياخد قرارات أنت منتظر رئيس الوزراء معلش يعني مع احترامي وأنا كاتب ده بكرة أنت منتظر رئيس الوزراء يمر يشوف مستشب آله عشرين سنة خربة وانت ما شفتهاش طول العشرين سنة يعني السيد رئيس الحي السيد رئيس المدينة السيد المحافظ يعني أنت ما شفتش وهي مش مسألة ده مش قطاع خاص ده مشاكل حكومية ما بين مزارة ومحافظة وما بين مقاودين حكوميين برضو فبالتالي هل أنت عشرين سنة ومبنى خدمي ومبنى مهم جدا تكلم على مستشفى معقول أن أنت ما شفتش هذه الأيوب يعني هل الناس منتظرة مسؤولة كبير ما هي دي بقى أنا عايزين نفكك المركزية بعد ما فككناها المركزية الصلبة فككناها في المشاريع عايزين نفككها في العقول أيضا أنا مش منتظر أننا السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية يزور المحافظة عشان نشوف مشروع متعطل عشان نشوف مشروع واقف على موافقة وبقاله عشر سنين ما تنفس فبالتالي أنا ممكن طلبت وكان في اجتماع مبارع أو المبارع عظيم أنه لازم يكون فيه آلية لأنه حسب القانون أو السور أنه المحافظ أيضا له سلطة سلطة رئيس الجمهورية في الأقليم بتاعه فبالتالي لازم تاخد تاخد قرار رئيس المدينة أنا برضو ما انتهش أحيانا من مهم جدا المحافظ وزور كل المدن لكن فين السادة الرئيس المدن رئيس المدينة لازم يبقى عندنا يعني بالفعل سيستم عمل مختلف عقليات مختلفة ويجب أن نكون لأنه بصراحة أستاذ عناها يعني فكرة أنه موظف رئيس المدينة أو رئيس الحي وهو يعني مش هيتعاقب كده كده أو إلا إذا كان حصل قضيات اختلاس أو حاجة كبيرة إنما الأداء هو أعد بزرق عشان كده يعني يعني قصدي يتحاسب على أداءه مش حكاية بقى عقب بس لا يتحاسب إذا كان عامل حاجة كويسة نشيد بيه ونتكلم عنه إذا كان عامل حاجة وحشة نقول ده عامل حاجة وحشة علشان ما ينفعش كده علشان الصالح العام مش بقول إنه هو عامل حاجة وحشة شخصيا يعني بس بقول إنه هو علشان الصالح العام سأريك تفتكر أستاذ عادل إنه زيج والتي ممكن تحرق الموظفين أو رؤساء المدن أو المحافظين بأذى الشكل معلش ده جاء دمين هي ويتحرق مثلا أسبوع أسبوعين غيرت لما المشروع يتحل وخلاص لكن أنا عايز أقول لك حاجة بس أتطرك كمان نوت تانية يعني الوزارة التخطيط أطلقت ما يسمى بجائزة التمايز الأداء الحكومة المتمايز بالضبط كده أنا عاوز كمان سواب وعقوب يعني بأداء تحت إشراف يعني لجنة معينة أو وزارة معينة أداء المحافظين وأداء رؤساء المدن وأداء رؤساء الأحياء سنويا أنا بأتكلم جديد هناك طاق قرير لأنه بصراحة إن الرئيس الرزر يشوفه في 20 سنة لا ده تكشف عن كارسي لأن أنا بأطالب بقى إنه في كل المحافظة إنه أنا أنا كنت طالبت رئيس الرزر طب أنت زدت محافظة محافظتين وشوفت المشاريع المهملة دي أصول دولة ده أموال أموال عامة مهدرة يعني 20 سنة تخيالي طب دي كتها تضر على الدولة قد دي كتها تقدم خدمات للمواطنين قد إيه أبا كلمك عن نموذج واحد في مدينة أنا مش عايز أقولك إنه في كل مدن مصر أنا بقولك وأنا واثق من ده في كل مدن مصر هناك أصول دولة مهملة هناك موارد دولة مهملة بسبب يعني اللي هو تنازع الاقتصاصات بالنجاة الحكومية اللي هو عجز بعض المسؤولين عن اتخاذ قرار حقيقي يعني أنا مش انحياز لمدينتي على سبيل المثال أنا من دي سوكا في الشكل أنا عندنا مشروع بسميه مشروع قومي يعني محتاج تدخل بسيط جدا علشان فيه مساحة أرد 3.000 ومتر تابعة لجمعات الشبان المسلمين عايزين المدينة حوالي مليون ناس ما فيه السينما ما فيهش قاعات مؤتمرات ما فيهش ما فيهش فندو على أقل يليق بزوار المدينة وهي مدينة سيحية دينية نظر لوجود العرب بالله سيد إبراهيم الدسوي بنطالب بهذه المساحة بأنه أكثر من عشر سنين أنه هذه المساحة تستغل استغلال جيد لعمل موارد للمدينة وللمحافظة وللبلد بشكل عام حتى الآن احنا متوقفين لأنه ما فيهش قرار حتى الآن هل أنا منتظر منتظر أنا رئيس الوزراء لما يزور وانا بأدعوه يعني يزور المدينة وشوف 3-3-2 متر يعملوا حاجات كتيرة جدا يعني فنادق وسينيما قاعات سينيما وقاعات مؤتمرات تنمية 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 المدينة فأنا بقول انت محتاجين ان احنا آلية لتحديد موارد الدولة المغدرة هذه المباني الأصول المهملة في كل مدينة مش عايز أقولك في كل قرية في مصر ولازم أد السلطة للمحافظة ويبقى فيه معلش عقاب للساد المسؤول احصر لكل هذه في كل محافظة مين المسؤول عن ده بالزبط ويتحاسب ونشوف يعني وانا ازاي ما بقول حضرتك هو صالح عام في الآخر بالزبط زي ايه مع الفارق معلش يعني المثل التاجر الأديم بالدواري في ده فاترك انا دلوقتي بدور عن مواردي انا كدولة بدور عن مواردي وانا عندي موارد عيب قوي بعندي موارد ومستغلهاش انت اكتشفت انك عندك أراضي كانت لاجنة الأراضي لما تعملت شوف قد ايه كم الموارد دخل لخزينة الدولة من هذه الأراضي فاحنا محتاجين كمان الهي لكن مثلها زي اقولك مئات وآلاف النماذج في محافظات مصر محتاجين أليه على الأقل وليكن واتساب انا ما عنديش مشكلة زي لا اوما يعني الحقيقة خلينا نعتبر ان جوالات دكتور مصطفى مدبوي رئيس مجلس الوزراء يعني جوالات تعتبر جوالات مبادرة ان السادة المسؤولين اللي موجودين في المحافظات ايا كان مسمى وايا كان منصبه ان هو يبتدي يتحرك نحو هذه يعني هذه الأنواع من التنمية انا ما عنديك مسؤولية ما هو بزبط وانت عندك مسؤولية وانت لازم تتحرك ده رائع جدا ده رئيس الوزراء بفي عنده جدور شهر كده بأربع محافظات كل شهر بالعكس ده هيحرك بس هو محتاج كمان يدي احساس للمسؤول على المحافظة مسؤولين في المحافظة ان انت مسؤول ايضا مثلما انا مسؤول دعيس